أهالي ناحية الصغلاوية في محافظة الأنبار كغيرهم من أهالي المدن التي غيب ظلام المعتقلات أبنائها لا يزالون يبحثون في المجهول عن أبنائهم الذين اختطفتهم ميليشيات الحشد من بيوتهم أو على الطرقات أو عند الحواجز خلال فترة العمليات العسكرية عام 2016 عندي أولاد اثنين ما عندي غير طلعوا تايم تحنون واحد ساعة سعدادي وواحد ثالث متوسط فطلعوا منطقة الخمسة وثلاثين دقوهم حاسبة قوات الأمنية وطلعوا كل شيء معتب شغلتهم نظيفة طلعوا للرزازة بالرزازة ابني تشبير اسمه علي قال لبابا راح بني دقوا لنا حاسبة أكمله وخابرك يعني مرة ثانية وهذاك الوقت اللي يعني من ذاك الوقت لهذا الوقت صالهم تكريبا ستة اثنين الفين وستة عشر حداي اللحظة ما أعرف عنه ما يشي أهالي المختطفين حاولوا بكل الوسال الوصول إلى أي معلومات عن مصير أبنائهم دون جدوى حيث تعرضوا للابتزاز المالي من جهات متنفذة بالحكومة أوهمتهم بإمكانية إطلاق سراحهم إلا أنه لا سلطة تعلو فوق يد الملشيات المسؤولة عن هذه الجرائم المعلومات التي توصل لها الأهالي تؤكد أن أبنائهم مخفيون في معتقلات سرية في ناحية جرف الصخر شمالي بابل تلك المنطقة التي هجر سكانها وباتت معقلا لمليشيات الحشد ومعتقلا لآلاف المخفيين قصريا أعداد تتراوح بين ربع مليون إلى مليون مخفيين قصريا بالعراق بحسب ما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش وجرف الصخر المركز الأكبر الذي يضم هؤلاء المعتقلين حتى أن هذه المنطقة باتت خارج سلطة الحكومة نفسها بل إن النائب رعد الدهلك تحدى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أن يعقد مؤتمرا صحفيا في جرف الصخر حيث يتطلب ذلك إذنا من المسؤولين عنها فعليا في طهران كما لمح إلى ذلك في وقت سابق إياد علاوي الذي قال إن جرف الصخر تتحكم بها جهات في حزب الله بلبنان وقيادات في الحرس الثوري وكلهما له اليد الطولة بارتكاب جرائم الخطف والاعتقال المستمرة في العراق بحسب تأكيد صحيف الدلي التليغراف البريطانية التي قالت إن فرق الموت الموالية للنظام الإيراني باتت تتحكم بكامل المشهد في العراق وصارت دولة الظل فيه